اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع السيدة نبيلا مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة الهجرة في التفاعل مع الجاليات المصرية بالخارج وقد عرضت الوزيرة نبيلا مكرم لاستعدادات النهائية لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة والذي سينظم تحت رعاية سيادته حيث سيضم العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج إلى جانب نقبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر وكذا عدد من الشركات الأجنبية وسيتم تناول محاور عدة سعيا للإسهام في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة وفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة إلى جانب تعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين حول العالم لدعم جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات المبادرة الرئاسية اتكلم عربي والتي تهدف إلى تنمية المهارات اللغوية للمصريين بالخارج من خلال الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة وأيضا إعداد دليل تعليمي لأولياء الأمور والتعريف بالمناسبات الوطنية وكذا العمل على إكساب المتعلمين القدرة على الاتصال بالأهل والأصدقاء في مصر وخارجها من أجل زيادة الترابط بين أبناء المصريين في مختلف الدول وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتوسيع نطاق البرامج التعليمية والتثقيفية التفاعلية الرامية نحو ربط الشباب المصريين في الخارج بالوطن وتعزيز انتمائهم وحثهم على التمسك باللغة العربية وترسيخ الهوية المصرية كما عرضت السيدة وزيرة الدولة للهجرة سبل زيادة دعم مستهمات المصريين بالخارج في التنمية الوطنية المستدامة اجتماعيا واقتصاديا موضحة الجهود القائمة بالتنصيق مع الجهات المعنية المختلفة لتوفير فرص الاستثمار المتنوعة للمصريين بالخارج حسب الشرائح المختلفة في جميع المجالات خاصة ما يتعلق بالاستثمار العقاري وقد وجه السيد الرئيس بتوسيع نطاق جهود الترويج للاستثمار العقاري للجاليات المصرية في الخارج وذلك بالتنصيق ما بين جميع الجهات المعنية وشركات التطوير العقاري وتذليل اي عقبات في هذا الاطار كما استعرضت الوزيرة نبيلة مكرم جهود وزارة الهجرة في تنفيذ المبادرة الرئاسية مراكب النجاة والتي تهدف الى تناول مسألة الهجرة غير الشرعية ونشر التوعية اللازمة حول المخاطر الناجمة عنها حيث تشمل محاور تنفيذ المبادرة عقل دورات تدريبية وتثقفية للشباب الى جانب التعريف بسبل الهجرة الامنة وذلك بالتعاون والتنصيق مع الجهات المعنية المختلفة واضف المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس اطمأن على سلامة واوضاع الجالية المصرية في اوكرانيا في ضوء تطورات الازمة الاوكرانية حيث اطلع سيادته على حصر شامل بعدد وتوزيع المصريين الذين قاموا بالتحرك من الاماكن الخطرة وموقف الحالات الانسانية اكذا المصريين العابرين للحدود الى الدول المجاورة وجهود الحكومة لاعادتهم بالتنصيق مع سلطات الدول المناظرة فضلا عن الطلبة العائدين وجهود الحاقهم بالجامعات المصرية موجها سيادته بتضافر جهود الدولة واجهزتها لضمان سلامة وامن ابناء الوطن وتقديم كل الدعم لهم من اجل تجاوز الازمة الراهنة لحين عودتهم الى مصر